بشكل لافت تتصاعد ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق التي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى وبينما تجهد الجهات الأمنية للحد من هذه الظاهرة وتحجيمها فإن ضعف الإمكانات والوسائل الحديثة لدى هذه الأجهزة يضعف من إمكاناتها في السيطرة عليها ومنذ احتلال العراق وانتشار الإنترنت وفرت شبكات التواصل الاجتماعي لبعض النساء العراقيات حرية غير مسبوقة في التعبير عن آرائهن ومنحتهن مساحة واسعة لمشاركة أفكارهن مع المجتمع لكن بالنسبة لكثيرات من الصعب التخلص من الأعراف الاجتماعية والسيطرة الذكورية على حياتهن لذا دائما ما يبقين مجهولات على مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من عمليات الابتزاز الإلكتروني المتزايدة على نحو مضطرد في العراق وفيما فتح الوصول إلى الإنترنت الباب واسعا للشباب العراقي على العالم تجد العديد من النساء أن قيم العنف والتفاوت بين الجنسين التي تسود داخل المجتمع العراقي في الواقع منتشر بنفس القوة على الإنترنت أيضا إذا ما عرفنا أن الفتيات المراهقات كنا الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني بحسب الإحصائيات التي تنشرها وزارة الداخلية وبشكل متكرر تكشف وزارة الداخلية عن وقوع حوادث مماثلة يطالب فيها المبتزون بمبالغ مالية يدفعها الضحايا تجنبا للفضيحة ترجمة نانسي قنقر